تعالوا نروح لأرقام من فوز منشستر سيتي على ريال مدريد النهاردة كل اللعابة منشستر سيتي في المباراة دي سددوا على مرمى ريال مدريد باستثناء مين؟ ايدرسون وروبين دياز اللي هو الحارس والمدافع بس بقى المدافعين سددوا ولعبة الوسط سددوا كلهم سددوا يعني اللي كان ليه شقف حاجة النهاردة في منشستر سيتي كان بيعمله احلم واتمنى ريال مدريد كمان تعرض النهاردة لتاني اكبر خسارة في تاريخه في نصف نهاية دوري ابطال اوروبا بعد طبعا خسارة شهيرة امام ميلا بخماسية نظيفة موسم 88-89 بيب جورديولا النهاردة باع اكتر مدرب يخرج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات ووصل للفوز رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري ابطال اوروبا ليصبح ثالث مدرب يصل للفوز رقم 100 بعد فيركسون وانشلوتي كمان منشستر سيتي النهاردة تحت قياد بيب جورديولا هو ثالث اكثر فريق يحقق الفوز على ارضه بشكل متتالي في دوري ابطال اوروبا برصيد 26 فوز بعد باير ميونيخ صاحب 29 فوز وبرشلونة صاحب 38 فوز كمان مواطبية 32 فوز دكتا مع بيب جورديولا برضو بالمناسبة منشستر سيتي يلحق بكالو انشلوتي اكبر هزيمة في تاريخه بدوري ابطال اوروبا ومتساويا مع عزمته مع ميلا امام دي بورتيفو لاكرانيا بيب جورديولا اكتر فريق هزم ريال مديد او اكثر ريال مديد من دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات ياموس الكلام اللي كنت بقوله دوت عشان بس هتقول اللي هو مبالغة او افورة او انا بس انا في لحظة الحقيقة بكرة ممكن او الاسبوع اللي جاي او بعد شهر او بشعرين بعد شهرين اقولك لا يا بشعر ريال ده اقوى من اي حد في العالم بيب فيهم بيب جورديولا بيب فيهم اي حاجة بس انا دلوقتي في لحظة الحقيقة الحقيقة انه بيب جورديولا اعظم من اعظم مدرب في العالم احسن من اي فريق في العالم بيب جورديولا مش بكلم على الفرق بيب جورديولا احسن من اي فريق في العالم بصراحة يعني قوى جدا ملهم بصراحة بيب جورديولا يعني بيب جورديولا يخليك طول الوقت تفكر هو أنا المفروض أعمل إيه كل يوم في حياتي أنا معلش حتة فلسفية مبالغ فيها شوية أو حتى مش مبالغ فيها بس هي منطقية بيخليك طويل وقت هو أنا بكرة هعمل إيه لأنا النهاردة شاطر وناجح وبفكر كويس بس كده كفية لا لازم بكرة كمان تفكر في فكرة تانية كويسة أحسن من الفكرة الأولانية اللي كانت كويس أصلا بيبقى وارديولا لو بأفكاره اللي عملها في أول الفريقة أو معملها مع برشلونة مثلا أنه يلعب بفولس ناين ويلعب بدون مهاجم وفيدل ماشي تقوله عمره يلعب بنفس الطريقة وبنفس التاكتك دوت مع كل الفرق كان هيكتسح برضو لا هو الراجل بيعلي على نفسه يعني ما بيشوفش حد عامل إيه جنبه وبيغير منه وبعدين كنا دايما نعيب على بيبقى وارديولا في إيه يا جماعة لو تلاحظوا الموسم ده تحديدا ونص الموسم اللي فات تقول إيه بيبقى وارديولا بيعرف يهاجم كويس بيعرف يضغط على الخصم كويس جدا ما بيسيبش الكرة لحد بس عنده مشاكل كارثية في الدفاع يا خبر على الدفاع بتاع مانشستر سيد الوقتين قوي وصلب جدا أفضل دفاع في العالم يعني إيه عندك فرة أصلا عندها أفضل هجوم في العالم وأفضل دفاع في العالم ما بتركبش عادة اللي بيبقى هجومه جامد جدا بيبقى عنده بعض وكسير من الصغرات الدفاعية واللي يبقى دفاعه جامد جدا ما بيعرفش يهاجم حلو قوي ده بيهاجم جامد جدا وبيدافع جامد جدا وكل حاجة ماشي زي الفل الحمد لله ده ده الستي والرياني النهار ده سيتي يواجه انتر في نهاية دول الأبطال يوم 10 يونيو القادم إن شاء الله في اسطنبول والمباراة محسومة تفتكروا محسومة لمن ده أسهل توقعات في التاريخ ده المطش الوحيد اللي هيبقى صعب في أوروبا بيبقى فيه مراهنات خسرانة اللي هيراهن على الانتر خسران هتقول لها كريم أزبر الناس هتضحك عليك هقول لك لا بقى لو انتر كسب السيتي في النهاية يتحكوا عليها وانا هتضحك على السيتي ونتحك كلنا مش مشكلة بس هالمنطق والعقل يقول إنه السيتي أكيد هيكسب وهيكسب كتير هيكسب الانتر كتير الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي انتر يفوز بهذه المباراة إن السيتي يكون وحش قوي السيتي اللي يكون وحش والله عندك حق صعب بيقول لي حتى لو وحش هيكسب وهو وحش انت بتتكلم في السيتي عنده تشكيلة أساسية رائعة جدا رائعة جدا